اشتركوا في القناة الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله وبرئاسة صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية في الفترة من الثالث والعشرين وحتى الخامس والعشرين من شهر اكتوبر الجاري بالرياض في المملكة العربية السعودية معربا سموه عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان السعود على دعوته للمشاركة في هذا المنتدى الذي سيسهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية نحو اقتصاد مستدام يصب في خدمة أهداف التنمية بما يحقق الرخاء والنماء للمنطقة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الإقضابية لأم علي الدكتور عبدالله بن عبد الملك ألو الشيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين حيث نوها سموه إلى ما يربط المملكتين الشقيقتين من أواصر المحبة والأخوة ووحدة المصير المشترك وهو ما يؤكد عليه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله مجددا سموه خلال اللقاء على شكر وتقدير مملكة البحرين للشقيقة المملكة العربية السعودية على مواقفها تجاه البحرين في مختلف المحطات وتعزيز التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات والدفع بها نحو أفق أرحب من العمل المشترك وأكدا على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للمملكة العربية السعودية الشقيقة على مختلف الصعود لما تشكله من عمق استراتيجيا للمنطقة ولجهودها البارزة في حفظ الأمن والاستقرار من جانبه أعرض معالي الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القايد العلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام بتنمية العلاقات السعودية البحرينية متمنيا لمملكة البحرين دوام النماء والازدهار ترجمة نانسي قنقر